اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة محمدية تنخرط بكثافة في تنظيم قوافل طبية وتحسيسية بغية تحسين صحة المتمدرسين على مستوى مختلف الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للعمالة وهكذا أعطيت انطلاقة الشطر الثاني من القوافل الطبية بمجموعة مدارس سيد موسى بن علي والتي ستليها قافلة أخرى وذلك من أجل تعميم هذه الخدمات على كافة تلاميذة المؤسسات التعليمية الابتدائية بتراب الجماعة التابعة لدائرة زناتا هذا القوافل طبية تضم إجراء تحالي البيولوجية الطب العام فحوصة طبية خاصة بأمراض للتاق الليسال أنفو الحنجرة وطب العيون إلى جانب التحسيس والتوعية بغلاف المالي يناهز 470 ألف ذرهم تقريبا ويشمل عشر مؤسسات تعليمية بالعالم القاروي في جميع الجماعات الترابية تابعة لعملات المحمدية هذه البادرة الإنسانية تعد ثمرة شراكة تجمع بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المحمدية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية للشماعية وجمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي لمدينة المحمدية وبالتنصيق مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذا البرنامج يدخل في إطار تنظيم قوافل طيبية كما قلنا في مجموعة من المؤسسات التعليمية لتابعة للمجال القاروي بعملات المحمدية كمرحلة أولية قدرنا خمسة المؤسسات التي استفدت منها تقريبا 1400 تنمية المرحلة الثانية التي نحن فصدت نفيذها هذا اليوم لغاية تشمل 645 تنمية على مدار جوجة المؤسسات التعليمية مؤسسة لموسى بناليد ومؤسسة موالية العرصة كذلك الأسبوع المقبل إن شاء الله كنا عدنا ثلاثة المؤسسات لمؤسسة التاملة ومغارات وبيئر المخازين هذه القوافل تروا مؤسسا تقريبا الخدمات الصحية لفائدة أطفال المناطق النائية في إطار الصحة المدرسية حيث تتم الاستفادة من الأدوية والفحوصات الطبية والنظارات الطبية بشكل مجاني فضلا عن التتبع للحالات الصحية للمرضى بعد انتهاء مهام هذه القوافل